كان وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي قد ترأس ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين وخلال الجلسة أكد عبدالعاطي على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة مشيرا إلى أنها علاقات استراتيجية تحرص عليها مصر وتتطلع للعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات وشدد عبدالعاطي على أن الولايات المتحدة قوة عظمى وأن مصر قوة إقليمية مشيرا إلى أن البلدين لديهما مسؤولية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ولفت وزير الخارجية إلى أن تعزيز العلاقات السنائية يحتل أهمية كبرى لكل البلدين منوها بأن المباحثات شملت مختلف أوجه العلاقات بين البلدين في الدفاع والتعليم والسياحة والتكنولوجيا